تنتظرها حتى تخرج ملك الموت إذا كانت الروح طيبة ما ينتزعها انتزاعا لا اطلعي اخرجي ايه الروح طيبة اخرج فتخرج شوي شوي براحة كما تسيل القطرة من في السقع فإذا قبضها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين ملائكة الرحمة تقول احنا اصلا ننتظرها من زمان هذه ما تكون في يدك انت تكون في ايدينا نحن لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن اللي من الجنة لكان تتخيل كفن نازل من الجنة قال فيصعدون بها الى السماء الان مات مات خلاص الجسد اخذه اهله ويذهبون به الى المستشفى استخرج شهادة وفاة او الى المغسلة ليغسل خلاص يتعاملوا مع ميت وروحه في السماء ان كان طيبا جعلت الروح تنتظر ان تعود فيه لتتنعم اكثر وهو يقول عجلوا بي عجلوا بي عجلوا خلصوا غسلوني وان كان خبيثا يقول يا ويلها اين تذهبون بها ترتفع روحه مع الملائكة يصلون الى السماء الاولى فيستفتحون فتقول ملائكة حر السماء الاولى من هذا فيقولوا هذا فلان ابن فلان باطي باسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ان كان يحب ان يسمونا في الدنيا مثلا ابو عبد الرحمن قالت الملائكة هذا ابو عبد الرحمن ان كان يحب ان يسمى مثلا هذا احمد ولا خالد ولا طارق ولا سليمان ولا قالت هذا سليمان هذا طارق هذا باحب اسمائه شوف الاحترام يا اخي التي ينادى بها في الدنيا فتفتح الملائكة ثم يأتوا للسماء الثانية افتحوا يقولون من هذا هذا فلان ابن فلان فتفتح الملائكة للسماء الثانية ثم يصعدوا للسماء الثالثة من هذا فتقول الملائكة اللي حاملته هذا فلان ابن فلان كيف ما تفتحون له هذا بيصعد بيصل الى فوق الى السماء السابع فتفتح ابواب السماء سماء سماء حتى يصل الى السماء السابع فيقال من هذا فيقال هذا فلان ابن فلان طبعا السماء السابعة يعني فوقها رب العالمين سبحانه وتعالى وفوق السماء السابعة بحر بين اسفله واعلاه مسيرة خمسمائة عام وفوق ذلك العرش فيستفتحون السماء السابعة فيفتح له وهو يترقب ان يلقى رب العالمين فتقول الملائكة في السماء السابع من هذا فيقول نادى فلان ابن فلان بأحب اسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا فيفتح له ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى قال فتعاد روحه في جسده وهو في القبر فيأتيه ملكان فيقعدانا فاذا اقعداه قال له من ربك فيخيل اليه ان الشمس تغرب فيقول دعاني حتى اصلي شف يا اخي القلب اللي معلق يقول اتركوني اصلي بعدين يجهبكم فيقولون انك ستفعل لكن من ربك فيقول ربي الله ما دينك ديني الاسلام ثابت من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي ما هو بكذاب هذا صادق لان اصلا في الدنيا كان يحب النبي ويحب الدين ويحب الله ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويفتح له مد بصره ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح وفي القبر يرى القبر واسعا فيأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له ابشر بالذي يسرك فيقول له من انت؟ قال هذا يومك الذي كنت توعد انت طول حياتك تعبان عشان هذا اليوم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له هذا العبد من انت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير انت وجهك زين ورائحتك حسنة وكلامك طيب من انت؟ فرحتني فيقول انا عملك الصالح انا صلاتك اللي كنت تصليها انا صومك الذي كنت تصومه انا قراءتك للقرآن انا صدقتك انا برك لوالديك انا جهادك في سبيل الله انا دعوتك انا بذلك لما كان الناس مرتاحين وعند عياله وانت طالع تدعو الى الله لما كان الناس مفطرين ويأكلون ويشربون وانت صايم لما كان الناس يمسكون اموالهم وانت تصدق انت كنت تبنيني انت اللي صنعتني انت اللي جعلت وجهي طيب ما جعلت وجهي اسود انت اللي بيض الله وجهك مش انا انا عملك الصالح فيقول هذا العبد ربي اقم الساعة يا ربي مدام انا ارى مقعدي من الجنة طيب انا ودي عيالي معي وزوجتي وبناتي ربي اقم الساعة اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي